الانتقال ما وجهته الانتقال الرئاسي الذي تكمن وظيفته في إعادة توحيد المعسسة العسكرية وتحضل بساط من تحت من تبقى أو من تحت بعض الفلول والجنوب التي لأثرت والي الرئيس علي عبدالله فالح وتحاول جاهدة وتسرى حديثا لأن تجور البلاد إلى حرب وإلى صوضى ونحن من هنا نوجه رسالة ونداء لمن نازل مع علي برطال من بعض هذا الجنوب ونقول لهم لقدر الشعوب لأمر أنه وطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل فيما يتعلق بمناشدة دول صديقة وشقيقة مثل ما ذكرت مؤسسا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتفهم مطالب الشباب وعدم التعاون مع بقايا نظام ميت كما سمته اللجنة التحضيرية هل تتوقعون استجابة معينة أنا أعتقد أن الثورة ستجبر كل الأطراف على الاستجابة لأن هناك في ناريوهن في اليمن أو هناك حدث ثوري هو الذي يجب أن يتعامل العالم معه هذا الحدث الثوري يعني هو ردة شئة طبيعية من المنزلة التي أنزلت إلى البلاد أو إلى الدرقة التي أوصلها إلى النظام من خلال تأديم الوضع لسنين كثيراً وبالتالي لا يمكن أن يرقى أي حل يمكن أن يتعامل مع ما وصلت إليها اليمن ويحل مشكلها مشاكلها سواء العمل الثوري وبالتالي على الدول الشديدة أن تتعامل مع ما تتطبيها الثورة أبسد المجلس الانتجاري وتدفع في هذا العطار لا أن تستجيل للسنار والسياسي وتحاول أن تمر من الثالي بعض الجناعات أو تمر من الثالي بعض ما تتطبيها مصالح الضيدة على حساب مصالح الثورة على حساب مصالح الشعب اليمني المغلوب المنقوب على أمره الذي سار من أبصاه إلى أبصاه لذلك نحن نستغرب من هذا الإسرار على فرض يعني أبناء الرئيس على رأس المواشطة العشكرية والأمنية ونتساءل كيف يمكن أن يصلح الأوضة وهذا الحائم يجف دون تمرية للمشاكل التي تتطبيها طبيعة المشاكل في البلاد لذلك على العالم أن يجف إلى جانب السوار الذي لن يتراجعوا تحت أي بار ومهما كانت أفضل فيها شكرا جزيلا لك همدان الحكم أحد شباب الثورة الشبابية اليمنية كنت معنا من صنع ترجمة نانسي قنقر